السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أيها الإخوة يروى أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لنفحاته فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا أخرجه الطبراني ونحن في هذه الأيام الفاضلة التي هي نفحة من نفحات الله تبارك وتعالى يجدر بالمسلم أن يقبل فيها على الله جل وعلا والتعرض لنفحات الرب تبارك وتعالى يكون بالأعمال الصالحات والإقبال على رب البريات ولعلكم سمعتم كثيرا عن فضل هذه الأيام وعظم شأنها لذا سيقتصر حديثي في هذا المقام عن الأعمال الصالحة التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها في هذه الأيام وفي غيرها كذلك اعلموا أيها الإخوة أن المسلم إذا أراد أن يقبل على الله جل وعلا وأن يقوم بالأعمال الصالحة على أتم وجه فإنه ينبغي عليه أن يعتني بأصول ثلاثة الأصل الأول أن يعتني بالفرائض قبل كل شيء حتى قبل النوافل لأن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فأحب ما تتقرب به إلى الله جل جلاله وعظم سلطانه الفرائض ثم يأتي بعد ذلك النوافل ولذلك قال الله جل وعلا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بعد أن ذكر الفرائض فقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فاعتني بالفرائض أولا ثم بالنوافل تعتني بالصلوات الخمس المفروضات وتؤديها جماعة مع المسلمين في المسجد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين تعتني بإخراج زكاة المال تعتني ببر والديك تعتني بتربيتك للأبناء تعتني بزوجاتك تعتني بصلة الرحم كل هذه من الفرائض تخرج زكاة المال كل هذه من الفرائض إذا اعتنيت بها وأديتها على أتم وجه تنتقل بعد ذلك للنوافل وللأسف الشديد أن كثيرا من الناس يخل بهذا الأصل فتجده يقبل على النوافل ويقصر في الفرائض وهذا من قلة فقهه وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من أشد الناس عناية بهذا الأصل فهذا عمر البخطاب رضي الله عنه صلى يوما كما جاء في موطأ الإمام مالك بسند صحيح أن عمر البخطاب رضي الله عنه صلى يوما صلاة الصبح بالناس فالتفت فلم يجد سليمان بن أبي حثمة لم يجد سليمان بن أبي حثمة فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها إني لم أرى سليمان في صلاة الصبح فقالت له إنه بات الليل يصلي فغلبته عيناه فقال عمر رضي الله عنه لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة لماذا؟ لأن أداء صلاة الصبح جماعة مع المسلمين فرض واجب وقيام الليل كله ماذا؟ نفل ولا يقدم النفل على الفرض أبدا وإنما تقدم الفرائض على سائر النوافل ويروى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وكذلك عن الحسن البصري أنهما قالا والله ما التقوى بصيام النهار ولا بقيام الليل وهما يقصدان صيام النافلة والله ما التقوى بصيام النهار ولا بقيام الليل ولكن التقوى أن تنظر ما افترض الله عليك فتؤديه وتنظر ما حرم عليك فتجتنبه ثم ما زاد بعد ذلك فحسن فابدأ بالفرائض أولا ثم بعد ذلك انتقل إلى النوافل وأكثر منها هذا هو الأصل الأول الأصل الثاني أن تتقن كل عمل تقوم به تصلي الصلوات الخمس المفروضات بخشوع كامل وتام بإتقان لأركانها وواجباتها وشروطها تحضر إليها قبل الإقامة وبعد النداء تسعى إليها مباشرة تنتظر الصلاة من بين الأذان والإقامة وهكذا تخرج زكاة المال من الأموال الطيبة التي ترضاها لنفسك وهكذا تقدم من العشرة المعروف لزوجتك ما تحب أن تقدمه هي لك تبر بأبنائك كما تحب أن يبروك كباراً تبر بوالديك كما تحب أن ترى برك من أبنائك تصل رحمك كما تحب أن يصلوك تتقن كل هذه الأعمال إتقاناً تاماً فإن هذا أصل عظيم وأما كثرة العمل مع قلة الإتقان فإن هذا أمر لم تأمر به الشريعة وإنما أمرت بالإتقان الكامل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البهقي في شعب الإيمان وأخرجه كذلك الطبراني في الأوسط إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه والحديث صححه الباني حتى في أبسط الأعمال حتى في أبسط الأعمال أرأيتم ونحن في هذه العشر أرأيتم ذبح الأضحية أمرت الشريعة بإتقان العمل فيها جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء الإتقان إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرخ ذبيحته حتى في ذبح الأضحية تتقن هذا العمل فعليك إذن بالعناية بهذا الأصل وهو إتقان الأعمال فإنه أصل عظيم يغفل عنه كثير من الناس الأصل الثالث أيها الإخوة من الأصول التي ينبغي مراعاتها عند القيام بالأعمال الصالحة البحث عن الأعمال التي تستطيع المداومة عليها البحث عن الأعمال التي تستطيع المداومة عليها فإن هذا أصل عظيم جاءت به الشريعة فإن أحب العمل إلى الله جل وعلا ما داوم عليه صاحبه فبالصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على عائشة فوجد عندها امرأة فقال من هذه قالت هذه فلانة ثم ذكرت من صلاتها وعبادتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم من الأعمال بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه فانظر إلى الأعمال التي تستطيع أن تداوم عليها فقم بها ثم داوم عليها وإن قلت وإن قلت فليس العبرة بالكثرة وإنما العبرة بالمداومة والإتقان العبرة بالمداومة والإتقان فمثلا لو أن إنسانا يستطيع أن يقوم بمئة ركعة في هذه الليلة لكن لا يستطيع أن يداوم عليها لقلنا له إن أحب العمل إلى الله ما داومت عليه فانظر إلى العمل الذي تستطيع أن تداوم عليه فقم به اليوم وغدا وبعد غد وهكذا تستطيع أن تقوم بإحدى عشرة ركعة قم بها وداوم عليها قم بها وداوم عليها ما زاد بعد ذلك فحسن تستطيع أن تصلي السنن الرواتب كل يوم قم بها وداوم عليها أذكار الصباح والمساء أذكار قبل النوم أذكار بعد الصلاوات المفروضات السنن الأخرى الصدقات ونحو ذلك أحب العمل إلى الله ما داومت عليه وإن كان قليلا فليس العبرة بالكثرة بدون إتقان وليس العبرة بالكثرة دون مداومة بل العبرة بالقلة مع الإتقان بالقلة مع الإتقان هذه أصول عظيمة شرعية جاءت في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهناك قصة لطيفة جاءت عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه تثبت لنا تثبت لنا هذه الأصول وهي أن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه كما في الصحيحين قال لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أأنت قلت ذلك يا عبد الله قال قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تطيق فصم وأفطر وقم ونم وصم من الدهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك صيام الدهر فقال عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك فقال فصم يوما وأفطر يومين قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام فقال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك لا أفضل من ذلك انظروا ثم لما كبرت سن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه وشق عليه الصوم قال ليتني سمعت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه لا يريد أن يترك شيئا عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصيام يوم وأفطار يوم ولا يريد أن يترك المداومة لأنها أصل شرعي لا يريد أن يترك المداومة ومع ذلك قال ليتني قبلت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه فعل أحد الخيارات التي خيره بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وكره أن يترك المداومة هذه أيها الإخوة ثلاثة أصول عظيمة ينبغي علينا أن نعتني بها أولها العناية بالفرائض قبل النوافل ثانيها إتقان العمل على أتم وجه ثالثها المداومة على العمل وإنقل المداومة على العمل وإنقل ولعلي أختم أيها الإخوة بسؤال يتردد كثيرا فلو قال لنا قائل إنني إن شاء الله سأعتني بالفرائض ثم سأتجه إلى النوافل والنوافل أبواب كثيرة مشرعة ما أختار منها فالجواب عن ذلك أن أعظم الأعمال بعد الفرائض بل قال شيخ الإسلام بثيمية رحمه الله تعالى أن مما هو كالإجماع بين أهل العلم أن أعظم الأعمال بعد الفرائض وأفضلها على الإطلاق ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل وإسم الله في أيام معلومات ويرى جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة الأول وحتى الأيام المعدودات التي هي أيام التشريق أمر الله بذكره فيها واذكر الله في أيام معدودات بل الحديث العظيم الذي جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء زاد في رواية أبي داود بن حديث ابن عمر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله ما نسي ذكر الله جل وعلا حتى في هذه الأيام الفاضلة العشر بل تم الوصاية عليه حتى في هذه الأيام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان أبو هريرة بن عمر رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بثكبيرهما فيشرع التكبير المطلق والمقيد في هذه الأيام من باب الإكثار من ذكر الله عز وجل بل ولعل هذا أمر تستغربونه ما شريعت كثير من الأعمال الصالحة إلا من أجل ذكر الله حتى هذه الصلاة التي نصليها يقول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري ويقول الله جل وعلا أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر يقول الشيخ الأسلام تيمية رحمه الله تعالى إن الصلاة شرعت لمقصودين عظيمين أولها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وثانيها أنها فيها ذكر الله ولما فيها من ذكر الله تبارك وتعالى أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر ولذلك قال ولذكر الله أكبر حتى الحج إنما شرع لذكر الله تبارك وتعالى جاء في سنة الترمذي وصححه الألباني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شرع الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى والله جل وعلا يقول في القرآن العظيم فإذا قضيتم مناسككم ماذا تفعلون فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى إذن ذكر الله أفضل الأعمال بعد الفرائض على الإطلاق وهذا قد صرح به النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في صحيح مصر من حديث أبي ويره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون قال وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند ظني عبدي به وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم بل وجاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله وش العمل اللي أفضل من هذا كله قال ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما عند الترمذي وصحه الألباني يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه فأخبرني بعمل أتشبث به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أبقي لسانك دائما مرتبا بذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل بل أفضل أهل كل عمل على الإطلاق أكثرهم لله ذكرا في ذلك العمل جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له أي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا جهاد ومع ذلك قال أكثرهم لله ذكرا قال فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا ثم سئل عن الصلاة والزكاة والصدقة والحج كل ذلك يقول أكثرهم لله ذكرا فالتفت أبو بكر الصديق رضي الله عنه عفواً التفت عمر بن خطاب رضي الله عنه لأبو بكر الصديق فقال له إذن ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إذن عمل يسير كذكر الله تبارك وتعالى لماذا نغفل عنه؟ لماذا نغفل عنه؟ لماذا نسكت؟ ما أكثر أوقاتنا الفارقة؟ ما أكثر أوقات الانتظار؟ ما أكثر أوقات التي نكون بها في السيارة لوحدنا؟ نكون بها في السوق لوحدنا؟ لماذا لا نذكر الله؟ الأمر قد يكون كما أخبر الله جل وعلا في كتابه استحود عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ولا يجد المسلم راحة الصدر وانشراح القلب إلا بذكر الله وإذا أعرض عن ذكر الله لا يرث ذلك إلا النكد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم وأن يوفقنا وإياكم لذكره وشكره وحسن عبادته وأن يصلح قلوبنا أجمعين إنه لي ذلك والقادر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين